كمان السؤال اللي بيطرح نفسه بعد كل الروايات اللي حكيتيها وين دور الكتاب في ظل انتشار مثلا تطور التكنولوجيا والانترنت والسوشال ميديا لازال كتاب موجود لازال قراء موجودين هو طبعا فيه طرق جديدة للقراءة يعني فعلا حددتك لكي حق دلوقتي عندنا من زمان يعني في امريكا وفي البلاد الغربية ودلوقتي في مصر كمان فكرة ان انا ممكن اقرأ كتاب الكتروني بقت حاجة موجودة والناس يمكن الجيل الجديد كمان بيستسهلها بقت اسهل بقى ممكن ابقى عندي اشتراك مولاقي نفسي عندي فرصة ان اقرأ عشر كتب واختار بينهم فسهلت على الناس شوية بس في نفس الوقت ما زال كتير مننا يعني انا شخصيا واحدة منهم اللي لازم امسك كتاب في ايدي واعلم في الكتاب اللي عجبني وخلي الكتاب ده موجود في المكتابة بتاعتي واعتبر اقتناء كتاب حلو وممتع ويعني بيزيد من ثقافتي دي حاجة يعني زي بالزبط اقتناء حاجة دهب او حاجة انماز واكتر كمان فالواحد ما زال بيعتقد ان الكتاب ده من اقيم الحاجات اللي ممكن تكون موجودة عنده ويمكن ده بردو نداء اللي انا عايز اقوله للناس في معرض الكتاب ان هما يفكروا ان الكتاب اللي هيشتروه لو هو كتاب قيم هو حاجة غالية جدا غالية لانه ممكن يرجعوا لها لان هي هتخليهم يمكن في مود احسن يمكن تزود معلامتهم في حاجة يمكن تعرفهم تجربة انسانية حلوة تفيدهم في حياتهم فدايما مش عايزة حد يستخسر فلوسه انه هو في الكتب ابدا ترجمة نانسي قنقر